معانا كمان على التليفون النائب علاء عصام عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ست نائب أهلاً وسهلاً وكمان ياريت تطلعنا على خطة عمل لجنة العلاقات الخارجية خلال الفترة اللي جاية بصفتك عضو فيها مساء الخير على حضرتك شكراً على التصال الحقيقة احنا طبعاً حياتك عارفة لجنة العلاقات الخارجية يعني على عبء كبير في توضيح الصورة في الداخل للخارج فالحقيقة احنا شغالين على قدم الوصاق بعض خطة جديدة نحن برلمان جديد لأول انعقاد شغالين الفترة المقبلة ان شاء الله على عدة محاور المحور الاول توضيح الصورة الزهنية لدى المستثمر الاجنبي حول ما يحدث نصر من طفرة اقتصادية كبيرة ومن انجاز اقتصادي كبير على مستوى البنية التحتية والتفنولوجية وعلى مستوى ايضاً تقدم فيه بعض القوانين زي قانون الشباك الواحد حيث نحن نجذب المستثمرين للاتصمار في مصر حالتك عارفة ان الاتصمار الاجنبي والاتصمار من الخارج وليه دور كبير فيه تشغيل الشباب والقضاء على البطالة وزيادة نسبة الناتج المحل الاجنالي نمرة اتنين شغالين على مواجهة جماعة الاخوان الارهابية في الخارج حالتك عارفة ان كتير منهم عايش في امريكا وفي اوروبا وفي لندن وبيحاولوا كل يوم ان هم يصدروا صورة مشبوهة ومشوهة وغير حقيقية عن مصر وبيقدموا تقارير مزيفة بصور مزيفة لاعضاء الكونجرس واعضاء مجرس الشيوخ في امريكا والبرلمانيين ايضاً في انجلترا واحنا بنحاول ان شاء الله كلاجنة علاقات خارجية مع تنصيق مع وزارة الخارجية المصرية ومع المسؤولين في الدولة ان احنا نرد على هذه الاكاذيب بل بالعكس ان احنا دايماً نتكلم عن الإيجابيات والإصلاحات الحقيقية الجزرية اللي بتحصل في الدولة المصرية المحور الثالث عجالة يعني عشان ورات حضرتك المحور الثالث احنا النهاردة بنشهد وجود كبير للشباب والمرأة داخل لاجنة العلاقات الخارجية عندنا قيادتين امينة سر اميرة صبر عندنا الوكيلة مرأة واثنين رئيس لاجنة ووكيل وعندنا عدد كبير من الشباب فاحنا هنحاول نصيغ هذه الافكار وهذه الرؤى بطعم شبابي وتنوع حقيقي ايجابي يظهر في حوارنا ولقاءاتنا مع الدبلوماسيين الاجانب هم ايضاً بيهتموا بالمشهد تمام انا بشكرك شكراً جزيلا ان شاء الله يبقى لنا لقاءات بقى اخرى شكراً يكسدنا نقاب علاء عصام اشتركوا في القناة